أكد وزير الخارجية سامح شكري نجاح مصر وقطر في تفعيل صفقة تبادل الأسرة والمحتجزين بين الفصائل الفلسطينية وسلطات الاحتلال مع نفاذ المساعدات إلى قطاع غزة وأضف شكري خلال كلمته أمام مجلس الأمن أن مصر مستمرة في جهودها لإطالة زمن الهدنة والتوصل للوقف إطلاق النار والحرب والدمار ودع مجلس الأمن إلى دعم هذه الجهود ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين تعمل مصر حاليا على تفعيل قرار مجلس الأمن بشأن الهدن الإنسانية ونجحت بالتعاون مع الشقيقة قطر ومع الولايات المتحدة في تفعيل صفقة تبادل سجناء ورهائن تتضمن أيضا نفاذا للمساعدات لغزة جنوبا وشمالا وسستمر مصر في جهودها لإطالة زمن الهدنة والعمل على التوصل لوقف لإطلاق النار ووقف الحرب والدمار وندعو مجلس الأمن لدعم تلك الجهود ولدعم جهود محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين ترجمة نانسي قنقر